سيقع الوفاء بكل أجال مقررة في تلك المشاريع هذا أدرت له الإجراءات وكان عليه زيارات بموازد ذلك وهذا السيد رئيس الحكومة أعلن عليه الأسبوع الماضي والآن كان تتبع له وهو نفس الأمر الذي يتم على مستوى الحسيمة يتم على مستوى مختلف المناطق بمعنى أي قطع حكومي عنده برنامج يبني مستشفى يمد الطريق يوضع خصدر زيارات ميدانية وتوقع محاسبة مباشرة للمسؤولين على هذه المشاريع هناك مشاريع أخرى لينجات على الحوار مع الساكنة مثلا ما يتعلق بالفلاحة الصيد البحري توسيع المجادي الأشجار المتمرة ما يتعلق بنواة الجامعية الآن تمت البرمجة للنواة الجامعية بمعنى لم يقع الاكتفاء فقط ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط او بالبرنامج الطرق التكملي او بالبرنامج الجهيز المرتبط بالسد او بالبرنامج محاربة الفوارق المجالية هذه اربع برامج تمت اضافة التزامات اخرى بناء على اللقاعة مع الساكينة قضية الجامعة قضية الطرق المقاطع الجديدة قضية صيد البحرير قضية الفلاحة مثلا المستشفى الاونكولوجيا في ابريل انطلقت العملية على اساس توسعة وتوفير جهيزات اضافية على اساس شهر يوليوز قبل ما تمهي بحسب ما ذكر سيد وزير الصحة انه سيقع الانتزام به دمكين واحد دينامية كبيرة على مستوى الوفاء بالانتزامات